التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع مجموعة من كبار رجال الأعمال الغانيين وخلال اللقاء أشار وزير الخارجية إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية كما تم بحث خطط رجال الأعمال الغانيين لتوسيع نشاطهم في مصر واهتمامهم بقطاعات الدواء والصناعات الغذائية والحديد وتجميع السيارات كما تمت مناقشة مطالب رجال الأعمال حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى أنه بحث مع وزيرة الخارجية الغنية ضرورة توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي كما وعد بنقل طلباتهم إلى الجهات المعنية المصرية لدراسة إمكانية تسيير رحلات شحن بين البلدين